من حي إلى حي تخوض القوات العراقية معركة تحرير الرمادي من قبضة تنظيم داعش معركة يطبعها إلى جانب الاشتباكات العنيفة تقدم بطيء ومضمن فقناصة داعش المنتشرون بين المباني وفوقها يحاولون وقفة تقدم القوات العراقية سواء في منطقة البوذية بشمل الرمادي أو في الحصيبة شرقها وكذلك تفعل العبوات الناسفة والمفخخات التي عادة ما يلجأ إليها التنظيم كتكتيك للعرقلة ومعها لا شيء يبدو كافياً لعرقلة تقدم القوات العراقية حتى الآن على الأقل إذ يفيد مراسل الحر أن القوات العراقية مسنودة بمقاتل العشائر سيطرت على العديد من أحياء منطقة البيان مجبرة المسلحين على الفراري باستجاه مناطق البوعلي والجاسم وزنكورة شمل المدينة بيد أن بقاء عشرات آلاف المدنيين داخل المدينة التي يطبق الجيش العراقي والقوات الرديفة حصاراً محكماً عليها منذ قرابة الشهر قد يكون التحدي الحقيقي والأبرز أمام القوات الزاحفة فالطائرات العراقية ألقت قبل ساعات منشورات تطالب المدنيين بالرحيل عن المدينة في مهلة لا تتجاوز الاثنتين والسبعين ساعة تمهيداً لتحريرها الذي توقع وزير الدفاع العراقي أن يستكمل بنهاية العام الجاري ولكن الوزارة ما لبثت أن أكدت أن داعش يمنع العائلات من مغادرة الرمادي بغرض استخدامهم كدروع بشرية كما تقول ويثير التأجيل والتأخير المتكرر لعمليات تحرير الرمادي التي أعلنت مراراً منذ سقوطها في يد داعش في الربيع الماضي يثيران بدورهما التساؤلات بشأن ما إذا كانت السلطات العراقية ستتمكن هذه المرة من الالتزام بالموعد الذي حددته لإتمام استعادة عاصمة محافظة الأنبار من قدة داعش إذ شابت عراقيل كثيرة جود استعادة الرمادي سابقاً لا سيما بعد أن رفضت الولايات المتحدة توفير إسناد جوي لهذه العملية من دون الحصول على تعهد من الحكومة العراقية باستبعاد الحشد الشعبي منها بسبب خشيتها من تعميق الانتسامات الطائفية